استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً صادر عن البنك الدولي بشأن برنامج الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية في مصر وفقاً لبيانات البنك الدولي فإن قرى مصر الريفية كانت تواجه مشكلة عصيبة في عام 2013 فيما يتعلق بنقص خدمات الصرف الصحي وأشار التقرير إلى أنه في 2015 أطلقت مصر بالتعاون مع البنك الدولي برنامجاً للصرف الصحي المستدام في قرى مصر الريفية بمخصصات تمويلية وصلت إلى 550 مليون دولار بهدف تركيب 367 ألف وصلة صرف الصحي منزلية تخدم أكثر من 1.8 مليون مواطن